بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعه ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة فوز العاصمة السعودية الرياض باستضافة المعارض الدولي إكسبو 2030 خلال عملية التصويت التي جرت في مقر المكتب الدولي للمعارض في باريس مشيرا سموه رعاه الله إلى أن اختيار مدينة الرياض لاحتضان هذا الحدث الدولي إنما يعكس المكانة الدولية المرموقة والتي وصلت إليها المملكة العربية السعودية الشقيقة والثقة الكبيرة بقدرة المملكة العربية السعودية على تنظيم مثل هذه الفعاليات الدولية الهامة وأنما من شأن ذلك أن يبرز الإنجازات الحضارية والتنموية التي حققتها المملكة العربية السعودية وأيضا شقيقاتها الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية على كافة الأصعدة وفي مختلف الميادين أمؤكدا سموه رعاه الله أن هذا الإنجاز الكبير هو مصدر فخر واعتزاز لدى الجميع سائلا سموه حفظه الله المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية ويحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها سموه خالصة هانيه بمناسبة فوز العاصمة السعودية الرياض باستضافة المعرض الدولي إكسبو 2030 خلال عملية التصويت التي جرت في مقر المكتب الدولي للمعارض في باريس مؤكدا سموه أن فوز المملكة العربية السعودية الشقيقة بتنظيم هذا الحدث العالمي الهام هو دلالة قطعية على ما يحظى به البلد الشقيق من مكانة مرموقة لدى المجتمع الدولي سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في طل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين بعث سمو الشيخ أحمد نوافل أحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها خالصة هانيه بمناسبة إعلان المكتب الدولي للمعارض عن استضافة العاصمة السعودية المعارض الدولي إكسبو 2030